من فرنسا وتحديدا من مرسليا ينضم إلينا الآن الزميل خالد شقيرة مراسل أكترا نيوز خالد تحياتي لك في البداية التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الفرنسي وتعود بشكل مباشر على الشارع الفرنسي والمواطنين ما تدعيات الأمر وإلى أين وصل يعني ربما ذروته إليك وتحديدا وانعكاسه على طبيعة الأسعار وارتفاع الأسعار في فرنسا تحياتي آية لك ولكل سادة المشاهدين الحقيقة آية كالعادة إكسترا نيوز تحاول أن تتعرف على الوضع الاقتصادي ليس فقط من خلال ما يكتب في الصحف الفرنسية كجريدة ليزيكو الفرنسية المختصة بالشأن الفرنسي فحسب ولكن نتجول بكاميرا إكسترا نيوز في المحلات وفي محطات الشحن والبنزين وغيرها من هذه الأماكن كما جرت العادة الفرنسيين يحاولون آية تغيير عادتهم ومرة أخرى يحاولون استخدام مثل هذه الدراجات الهوائية وأيضا الدراجات الكهربائية كما تريني من خلفي هنا وبصفة خاصة بعد هذا الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات أسعار المحروقات التي أدت إلى زيادة أسعار النقل وزيادة أسعار النقل بصورة أو بأخرى أدت إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية نحن هنا لتر البنزين وأيضا المازات تعدى 2 يورو ووصل في بعض من المحطات إلى 2 يورو ونصف مما جعل الأسعار تزيد بصورة كبيرة كما جاء في التقرير صاحب المطعم عندما كان يقول لي أن سعر لتر البنزين كان بيورو 80 سنت الآن أصبح يصل إلى 5 يورو وتعدى حاجز 5 يورو الحكومة الفرنسية تعاني لإيجاد مخرج من هذه الأزمة لأن الأزمة لم تنتهي وهي مرشحة هذه الأسعار للارتفاع مرة أخرى ظهر أدجاليا من خلال التصويت في الانتخابات الثانية والدورة الثانية والجولة الثانية وعدم حصول الرئيس الفرنسي على الأغلبية الساحقة التي يمكن من خلالها تمرير مشروعه الانتخابي الذي قام به وأيضا من ضمن هذا المشروع هو ملف القدرة إشرائية وتقديم بعض من المساعدات خالد تعلم جيدا منذ بداية هذه الأزمة وربما تكون ليست هذه الأزمة التي نقصدها هي الأوكرانية الروسية فقط ولكن منذ بداية أزمة كورونا ونحن نتحدث عن وصف دائما يطرح نفسه في الواقع الأوروبي والغربي وهو لفظ التعايش ووصف التعايش تعايش المواطنين مع حال الانكماش الاقتصادي وكذلك أيضا يعني التحديات التي تواجه اقتصاديات البلاد ماذا عن التعايش بالنسبة للمواطن الفرنسي في هذا التوقيت الحرك؟ الحقيقة آية فيه شيء مهم جدا هو موضوع الركود التضخمي وفرنسا كانت بتعاني من نسبة بطالة كبيرة جدا كانت هناك خطوات بدأت الحكومة الفرنسية في اتخاذها لتقليل هذه النسبة ولكن بعد جائحة كورونا جاءت هذه الأزمة لتضرب الجميع في مقتل الشعب الفرنسي من الشعوب التي تتأقلم مع الظروف الآن الشعب الفرنسي يقوم بصورة أو بخرى بالتقليل من الاستهلاك وتقليل الخروج إلى المطاعم والمقاهي هذا القطاع ضرب في مقتل قطاع السياحة وفرنسا من الدول التي تتربى على العرش السياحة أنا أتحدث عن السياحة الداخلية حتى يفهمني مشاهد أكسترانيوز السياحة الداخلية التي كان الفرنسي يقوم مثلا بزيارة مدينة باريس لمدة أسبوعين أصبح اليوم لمدة أسبوع واحد فقط الشعب الفرنسي يحاول التقليل من مشترياته والقيام بالتوفير حتى يستطيع الذهاب لمدة أسبوع في أجازة يعمل على مدار 11 شهر لقضاء شهر في الأجازة ولهذا الموقف كان عقوبة تقديم عدم إعطاء الصوت للحكومة الفرنسية كعقوبة تحدث عنها أحد الوزراء أن فرنسا أو الحكومة الفرنسية لم تحصل على الأغلبية لأنها هي ضحية لهذه الأزمة الأوكرانية والأزمة الاقتصادية والأزمة المالية العالمية التي عصفت بالتضخم وبدأ التضخم يضرب فرنسا لأكثر من 5% ومن المتوقع أن يصل بعد شهرين تقريبا إلى 7% حسب جريدة ليزيكو الفرنسي خالد بالنسبة للواقع الجديد في فرنسا ونقصد هنا بالواقع الجديد أي بالتغيرات السياسية التي حدثت بطبيعة الحال في الواقع الفرنسي بشكل أو بآخر هل المواطن الفرنسي يعول عليها في تغيير بعض الأحداث أو بعض الظروف التي يريدها أن تحدث في الواقع الفرنسي؟ المواطن الفرنسي كل ما يهمه هو أن يقوم بإنهاء الشهر ومعروف أن الفرنسي يعيش في إطار إمكانياته ولكن الآن القوى السياسية تحاول الاستياد في هذه المرحلة على تعب ووضع المواطن الفرنسي اليسار يريد المزيد من المساعدات اليمين يريد عدم معاقبة الجهة التي تعمل ولا بد من مساعدة العاملين ولهذا كان هناك قرار يعتبر صائب من قبل وزير الاقتصاد برونو لومير الذي أكد على أن الدعم فيما يخص الدعم المادي الذي يقدم للمحروقات وللبنزين إلى مستحقه أي للعاملين فقط الذين يستخدمون سياراتهم للوصول إلى أعمالهم من ضمن الأمور التي بدأ الفرنسيين تغييرها وأنهم يقومون بترك سياراتهم في أمام منازلهم أو في المحطات الخاصة بالسيارات واستخدام وسائل مواصلات البديلة الوسائل المواصلات التي توفرها فرنسا وأيضا السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية نعم التي يتم تأجيرها الآن وأيضا العجلات الهوائية والعجلات الكهربائية التي يتعتبر نوع من أنواع الرياضة وأيضا الحفاظ على البيئة نحن أمام صيف ساخن جدا كما جاء في التقرير ليس في درجات الحرارة فقط آية ولكن في ارتفاع الأسعار فهذا الأمر أصبح طيب بالنسبة لارتفاع الأسعار يا خالد يعني أهم السلع التي تأثرت بشكل كبير بهذه الموجة الاقتصادية الصعبة جدا التي تمر بها القرى الأوروبية وليست فقط فرنسا الزيوت تأتي في المرحلة الأولى الدواجن واللحوم في المرحلة الثانية وبصفة خاصة بعد ارتفاع أسعار القمح والحبوب الذي يقوم بالتخذي عليه في المزارع الفرنسية المنتجات الألبان ومنتجات الألبان الخبز يعني معروف أن فرنسا معروفة ومشهورة بالباجات زاد سعره ومن المرجح أن يستمر أو تستمر الزيادة حسب جريدة ليزيكو هناك الكثير من المواد الغذائية الأساسية هي التي زادت المكارونة والقهوة والسكر وغيرها من هذه المواد التي لا يمكن أن يتنازل عنها المواطن الفرنسي وهذا دفع اليسار الفرنسي بمطالبة الحكومة بتثبيت أسعار المواد الأساسية الغذائية وهذا سيكلف الدولة الكثير من الأموال ولهذا الدولة الفرنسية تفكر في حل آخر وهو مشروع قانون الزميل خالد شقير مراسل أكسفرا نيوز حدثتنا من فرنسا وتحديدا من مرسلية شكرا جزيلا لك يا خالد على هذه المشاركة موسيقى